يكتسب المغرب شهرة عالمية خاصة وأنه يحتوي على مساحات واسعة من الأرغان هذا النبات الذي يسمى الذهب الأصفر بسبب الخواص الغذائية والتجميلية في رحلة البحث عن الأرغان في جنوب المغرب البداية من جبال الأطلس الكبير في ضواحي مدينة أجادير من مقر تعاونيات النسائية لإنتاج زيت الأرغان نأخذ ذلك اللوزة كالطحان وكنستخرجوا منها زيت أرغان الخاص بالأكل والأرغان الغير محمص الخاص بالتداوي والتجميل إلى آخر كانت طريقة تقليدية التي نشتها الآن وهي الطريقة اليدوية أن مراحل الإنتاج أو العصير تمر بطريقة تقليدية كما نشتها وفي بلد يعاني من معدلات مرتفعة من الفقر والبطالة جاءت بعض المشاريع لتقليل هذه المعدلات من خلال تشجيع إنشاء التعاونيات لاستخراج وتعبئة وتوزيع زيت الأرغان كان احتكار من قبل الشركة الكبرى ومشكلة يبقى جيمة هو أنه المرأة القاروية التي تكون مسكنة خدامة وباغة باش يقول لي أنها مدخول لي هو قار الحمد لله وصلت لي ولكن ما زال ما وصلتش للمستوى التي نريد أن نصل له للمرأة القاروية أو للمرأة المغربية تتحدث التقديرات في المغرب عن ثمانية آلاف هكتار من شجر الأرغان تمتد من مدينة أجادير حتى مدينة سيدي إفني أي حوالي مائتي كيلومتر وفي ظل اتجاه العالم نحو ما هو طبيعي تزداد شهرة زيت الأرغان زيت الأرغان تتميز على زيت زيتون في كونها تحتوي على الأوميغا 3 فبنسبة لي زيت زيتون وزيت الأرغان يحتويان على الأوميغا 6 وهذه الأحماض الدهنية مهمة من أجل التركيز ومن أجل المساعدة على مجموعة من المشاكل لكن الأوميغا 3 تتميز بها هذه الشجرة ليبقى هذا النبات الطبيعي قادرا على أن يمنح الإنسان مزيدا من الصحة وعلى أن يمنح المغرب مزيدا من الشهرة كموطن للأرغان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر